إزاي كنتوا بتتواصلوا مع الهيئة الوطنية للانتخابات في الحصول على التصريح اللازمة وطبيعة التيسيرات والتسهيلات اللي قدمتها الهيئة لكم؟ ما هو أنا بشكرك على السؤال الدوات إنه ده كتفوض أقول في الجزء الأولين الهيئة الصراحة شغالة بقالها شهول ويمكن سنة تقريباً إننا الحصول على الـ ID أو المتابعة هو فيه ثلاث أنواع تلعوا للسماح بالدخول لللجنة الفرعية فيه ID لمندوب مرشح فيه كرنين للمتابع دولي أو محلي زي هنا كده وفيه كرنين للإعلام اللي هو التصريح لبعض وسائل الإعلام بالدخول لللجنة الفرعية اللجنة من مدة طويلة جداً أعلنت على من رغب فيه المتابعة أنه هو يبعت بس يكون مراقص في مصر وبعتنا الأسماء بجوازات سفارهم أو البطاقة القومية وبالتالي طلع الـ ID اللي استلمنا قبل الانتخابات بطيباً بأسبوعين وده سهل ما ده اللي هنا بنقوله أن ربع انتخابات تحت إشراف الهيئة فخلى فيه تطويف عمل الهيئة نفس بعندهم خبرة كمان خبرة وسهولة والموقع الإلكتروني ممتاز بيسهل عمل الدائم ودوت إدى فرصة لأن إحنا نشتغل بسهولة كلي بقى لحضرتك بار يعني حتى القضاف استقبالهم على داخل اللجنة الفرعية عارف أن فيه اللي مع الكائنية دوت يسمح له بدخول اللجنة رجال الأمن خارج اللجنة برضو بيتسمحوا بالتعاون بيزناء يسأل مستشاير فيه متابعة عايز يدخل وكان فيه تسهيل الدخول داي اشتركوا في القناة